ده حبيبي انا بقى على المستوى على المستوى الشخصي هو شخصية طيبة وجميلة جدا 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 ما حققش ما يتناسب مع مهبته يعني كشكبالة مهبته تخليه كان في حتة تانية خالص جدا 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 بس هو ما حققش بسببه بسبب تعامل خاطئ معاه بسبب ادارة معرفتش تقوم الامكانيات والشخصية دي عشان من تاخد احسن ناتج بس في الاخر هو لم يحقق ما يتناسب مع مهبته مش بعيد مش بعيد الله اعلم يعني اعتقد ان هكتر كوبر بوجود وهو في اخر ماتش مع غانا اعتقد ان هو ميسجر كل الناس يا جماعة اللي هكتهد ويبقى ملائم لمشروعي والفكري هيبقى موجود يبقى لي مكان وانت متعرف اصل انت تتكلم في لسه في كمس شهور تعرفش ايلي ممكن يحصل يعني زلمش كبالة بص والله مقدرش اقولك كده لان في تفاصيل انت مقدرش تحكي عنها من بره يعني مقدرش اقولك حكم عام كده زلم شكبالة او شكبالة زلم نفسه وهو انت ممكن تكون انت اتعملتي بشكل خاطئ انا هكون عملتك بشكل خاطئ فالشكل خاطئ اللي انا عملتك بي ده خلاك انت تاخدي رد فعل خاطئ او خلاك انت تاخدي قرارات خاطئة فهنبقى احنا الاثنين زلمنا بعض فهو في تفاصيل جوه اكيد الواحد معرفهوش بس اللي انا اقدر ابقى مقتنع به او بقوله بكل قناعة ان شكبالة عنده من الامكانيات اللي كانت المفروض تخليه في حتة تانية خالص سواء جوه مصر او بره مصر يعني وبعدين هو برضه كان عنده قضر ربنا صحة تعالى يعني انه لما هو كان في عنفوان وعز فورمته كان فرقة الزمالك مفهاش الاسماء اللي تشيل مع الفرقة والنحية التانية الاهلي كان اعظم وافضل يعني جيل لي جيل ابوتريكا وبركاته وسيد معوض كان جيل عبقاري يعني اسطوري وصاده الناحية التانية كان هو الشكبالة اللي شيل فرقة الزمالكة فبردو انتي ما انتي بتشتعاجه هوش تنس يعني وليزن يكون معا كثير ببردو